في الختام هناك رسائل قصيرة نوجهها للأشخاص اللي يشاهدوننا عبر الشاشة أرجو أن تنظر إلى الشاشة وسأقوم بذكر الأشخاص الذين ستوجه لهم الرسالة الشخص اللي يستصعب دائما كلمة لا هقول له أنت كده بتضيع حق من حقوقك والحرية كن قوي اللي أنت خايف منه ومش قادر تقول عشانه لأ هيفضل يجيلك كتير لو وجهته قلت لأ وارتحت هتقدر تنفق وتعطي كتير وتتحب كتير كل اللي بيعرف يقول لأ هو المحبوب أكتر وإنت بتحاول تشتري محبتك من الناس بينك مش عارف تقول لأ طيب الإنسان الأسير خلف قطبان الماضي الإنسان الأسير خلف قطبان الماضي هقوله أنت عامل زي الجايب شريت في فيلم كده مدد ساعتين وأما عامل بوز موقف على لقطة حزينة وقاعد يبكي قدامها طول الوقت هقوله الحياة فيها أشياء كتير رائعة انقل تركيزك على اللي أنت عيشه الآن استمتع بالوقت الحالي اتدرب على توقيف أفكارك وتركيزها على المتعة الحالية هتستمتع بصورة رائعة وتذكر أن نسوة يوسف لما كانوا مستمتعين بالحالة اللي هم فيها قطعوا أيديهن دون الشغل بالقلم الشخص الذي وصل لحافة الصبر هقول احذر لا يوجد للصبر أي حدود الله يسامح حبيبتنا اللي قالت للصبر حدود الصبر الحقيقي هو حالة الروآن وحالة الحياد قل لي الروآن له حدود من يقول للصبر حدود هو للأسف بيعمل مبرر لانفجار في يوم من الأيام وهو بالنسبة له معنى الصبر أنه الكتم وليس الصبر الحقيقي